مساء الخير إلى آخر فقرات 24 قرات اليوم هنتكلم عن فن ربما يكون غريب شوية المندالة هو فن هنتعرف عليه من خلال الفنانة التشكيلية الموجودة معانا رشا محمد منير ازيك يا رشا مساء الخير اهلا مساء النور كيفك كويسة؟ تمام الحمد لله مندالة تعريف المندالة عندنا في السودان المندولة أو في غرب السودان ايوة بين القاف الفاشر والجنينة اللي هي وعاء اللي بيكون فيه هو الأكل ايوة العصيدة والملاح ايوة المعرفة هل اقدر اربط بيناتم ولا لا 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 اسمه ليه او اديك فرصة انك تعرف ليه الفن مندالة لانه نفس الفكرة مرسومة فوق في المندولة ايه هي فكرتها اصلا هي جاي من الهند اصلا هم هي عبارة عن خطوط وتقاطعات اصلا من اشكال هندسية يعني حاجات كثيرا مربطة ببعض والفكرة بتاعتها السيمتريكة اللي هي التطابق اصلا فمهما يعني لما تجيب الرسمة يعني بوش الجزء اليمين بالشمال او الاربع اضلاق نفس الفكرة فهي ومع الزمن سبحان الله قامت اتطورت وبيقت علاج وبيقت فن وبيقت معارض وبيقت حاجة حلوة شديد التطابق بمعنى انه انا لو قصيت زي كان اعتبرتها تورتا ايوه لو عملتها بالنص ستكون نفس الاربع ايوه لو عملتها بالربع نفس الفكرة اهه تمام حلو شديد طيب بيقولوا على وفن البهجة ايوه الالوان ايوه لا هي الفكرة بتاعتها انه انت بتعمل هي واحدة من الحاجات اللي بيعملوا بها الريلاكسينج فهي نوع من انواع تقريبا تحرير او تحرير مشاعر او تفريغ بتاعت مشاعر يعني ممكن نبكي هسا وممكن نضحكوا كده لا ممكن انت بترك مركزة في الشغل ممكن تكتشفي مشاعر انت اصلا قاعدة جواكي انت ما عارفها وين سبحان الله ايه سبحان الله فالفكرة بتاعتها الاصلا يعني هي سبحان الله هي تطورات بقى علاج اصلا يعني في معظم المدارس النفسية لما يجيبوا يعني العيانين لما يكونوا مضغوطين ووصلوا مرحلة بتاع الضغط لسه ما وصلوا مرحلة ان هما يتكلموا يفرغوا الجواهم بقوموا يلا بينصحوهم بان هما يلونوا المندالة او يرسموا اصلا المندالة اصلا فمنها جاءت الفكرة بتاعتها يعني تمام طيب يعني انا لاحظت انه في شكل هندسي في دقة في التفاصيل في عناية في اختيار الالوان ايوه اذا سألتك انتك فنالة تشكيلية كيف بتم صناعة لوحة المندالة اوكي طيب اول حاجة اختيار الشكل اصلا شكرا اختيار الشكل في الاول ممكن يكون عارفة الفكرة بتاعت الرياضيات زمان لما كنا بناخد الهندسة فنفس الفكرة بتاعت الهندسة تعمل اشكال تعمل دوائر تخلق بعض تطلع وردة وبعدين تطوريها هي نفس الفكرة بتاعتها شوية شوية يعني مثلا حسي زيدية مثلا بدايتها كانت دائرة وبعدين بيقت وردة وبعدين بيقت دائرة اكبر كان نشغل براجل في بعض ايوه ايوه هي الفكرة بتاعت البرجل اصلا الدائرة فالالوان سبحان الله يعني كده يعني كده جات انه يعني حاجة كده جواي طلعت طبعا دي بصمتك انت في اختيار اللون ايوه وحسب الحالة النفسية والمزاجية للرسام اكيد اكيد سبحان الله زل من يبداها لا بتوه يعني ما ما بقدر يعني حتى انه يقيف مجرد ما انت بدأت اني ما ما افتكر انك انت تخلي الفرشة او القلم ذاته انه تخليه يعني تماما هو اذا بتتفقي معاي اصدرشها يعني عموما فكرة الفن هو تنفيس لطاقات سلبية الفنان لما يقرر يرسم لوحة بيكون عنده الجو الخاص الهدوء اللي ممكن يتعلم مهارة جديدة سواء كان صبر او غير من المهارات الحياتية طيب فنان المندولا بيطلب شنو من الحياة اللي انا ذكرتها هل بيطلب صبر ولا هي لوحة ممكن تبداها وانت تكون منشغل وتمشي وتي وتكمله هل بيطلب التركيز الكامل زي اي لوحة فنية تانية شوفي موضوع بالتدريب يعني في الاول ازول يعني ممكن يفجد صبره في لحظة من اللحظات لانه ما متعود القوعات لكن لناس فنانين اصلا بيشتغلوا الشغل ده لا يعني ده ممكن ينسى نفسه ستاشر ساعة يكون قاعد في مكان وقاعد بس قاعد شغال يعني ممكن ينسى حتى انه يأكل ولا يشرب فهي الفكرة بتاعته انه انت تركز اصلا يعني حتى في يعني لما 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 تعلمت الشغل ده الفكرة بتاعته كانت انك انت تتعلم كيف تقعد اه يجعد عنده جلج ممكن يتعلم المندالة ايوه طبعا يقعد كده ويتعلم عارفة لما انت خش الصلاة في الاول بتتكلفت بعد ذاك شوية 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 المدة بالطول فهي نفس الفكرة في الاول بيزول بيكون مقلك شوية ما عارف يبدأ من وين يخش من وين لكن بعد شوية موضوع بيتطور معه ويده بتمشي فيها حتى في حتى في ناس بيقول لك يعني الفئة طباء نفسيين بيقول لك انه لما انت خشي الرسمة ذاته تخشي بفكرة يعني تخشي بحاجة يعني مثلا تخشي بمشاعر يعني مثلا انه الليلة مثلا انت ما عرف انت مالك الليلة ما مزبوطة في مشاعر ما تعرف انت ده هزون خلينا نقف معك نصلا لوحد عجبتني وقعلي فكرة انه المريضة النفسي المندالة هي ممكن تكون بتساهم في علاج المرضى او كيف ممكن تفسير حالة المريض انا حسب معلوماتي ايه الطبيب النفسي ممكن يباري الخطوط يشوف حدة القلم الالوان المستخدمة اكيد لكن ده حاجة حلوة فمن وين بتكتشفي انه الشخص ده عنده مشاكل او هو مريض نفس يعني او الفكرة وين هي الفكرة عيني هي مش مريض هي هي فكرة بتاتريلاكسنج لا مش مريض ايه فهماكي ايه فهماكي ايه فهماكي انت من الالوان اصلا بتقدر تفهمي الزول ده مشكلة وين او حتة وين بالزبط يعني انه هو عنده مشكلة ولا ما عنده مشكلة متوتر من الخط نفسه بتكوني فاهمة هو مالو بالزات لو زول دارس اصلا العلاج بالفن من الالوان انت بتعرفي ومن طريقة الخط ذات انت بتعرفي المرأة الدكاتر النفسيين عموما بنصحوا بها عشان زول يحصلوا ريلاكسنج زي ما زي ما برضو الدكاتر النفسيين بيخلوا زول يعني المرضى يعني يخشوا في الصلاة او يعني الصلاة الصوم الحياة الروحانية هي نفس الفكرة بتاعتها نفس الفكرة الروحانية بتاعتها التركيز نفسه هو بيخلي الزول يبقى ريلاكس يبقى مرتاح الافكار بتبدأ تجيو اذا بالذات لو بزول عشان كيرا قبل قلت لك انه زول بيخش باشه بخش بحاجة انت ما عرفها انت ما لك الليلة او الليلة انت عاوز ترتاحي او كده فتخش بمشاعر بتخش باشه بتطلع سبحان الله بتطلع في اللوحات يعني انا طبعا حد فلسف وبحكم انه ممنوع التركيز غير على الكاميرات اثناء الهوى اوكي والكاميرا لا رهبتة الحاجة دي التكشور او الملمس بتاع خشن فبتقلل التوتر السادة في الكنترول والاخوة المصوين انا انصحكم كله زول ينسك له فالحاجة بالملمس يعني انا من قبل اثناء الحلقة شغالة بعمل كده فهي انتصت التوتر بتاع الكاميرات شايفة سامير غاية تشليه لوحة النوع ده من النوع التلوين اسمه دوت بنتي اللي هو التلوين بالنقاط بالتنقيط فهي اصلا الفكرة بتاعتي ان هي بتكون بارزة اصلا ايوة ايوة معشان كده انا حس بالتكشور او الملمس ايوة ايوة فهي واحدة من الناس اللي من اي زول يجي يشوف لوحاتي بالذات الماندالس بقولهم حسوها يعني اكتر بين انه انت تشوف بس بنظرك لا انت تحسها سبحان الله بتدي بهجة كده الواحد بيكون بيستغرب بيقول ليه مثلا انه فيها تكشور او مثلا خشنة او فهي الفكرة بتاعته انه انه انت بتحس الرسمة اكتر من ان انت بس تشوفها انت زول الشاطر لانه ما شوف ففتينا انا وصلت الى الحياة دي براي عن طريق لك شباب اللوحات لو سمحتوا عشان عايزين نعرضها طيب خلينا مشي معكي لحيطة تانية انه الالوان المستخدمة وفيه خامات يعني طيب اذا سبحتها وبتتحرك يعني فيه واحدة من اللوحات اللي فيها توربان حقيقي او ربطة الرأس هي جماش وتقريبا الرينج او الحلق ده حقيقي ايوا حقيقي الجماش حقيقي التوربان ده حقيقي ربطينا كيف سبدي فراسة ربطينا فراسة كيف والله هي عملية بسيطة جدا انه انت بس بتعمل فريم للجماشة نفسها وبس بس بس لصيقة يعني ما هي الفكرة غريبة اي طبعا اي يعني هي لوحة وان دي مع ثري دي ايوا فتكتشفين انها هي ثري دي اي والحلق حقيقي حلق عديل يعني هو حلق حقيقي هي الفكرة بتاعته انه انه انت بتشوف يعني 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 زي ما قلت لك انه هي هي وان دي لكن في النهاية بتكتشفين انه هي لما تيت قريبة منا في القناة ثري دي ايوا طيب خليني ارجع انا مركز على موضوع العلاج يعني من الفئات المستهدفة من العلاج بفن الماندالة اوكي اكتر ناس اللي هم الناس الاسترس الناس المضبطين شديد الناس العرفة لما يكون عايش 72 ساعة في 24 ساعة الناس ديل اكتر ناس محتاجين انه هم يقعدوا ولو يخصصوا ساعتين في اليوم او ساعة في اليوم ولو في نهاية الاسبوع ديل اكتر ناس محتاجين انه هم يقعدوا اول حاجة الطريقة الرسم التركيز على الرسم نفسه والطريقة بتاعت الالوان وخلطة الالوان بتخلي انه هم يرجعوا لنفسهم يرجعوا لروحهم فعشان كده انا قبل قلت انه هي بجد علاج بتعمل ريلاكس شديد نفس الفكرة بتاعت الصلاة انه الصلاة بتخلي الذول يرجع لنفسه يرجع يهدأ ويرجع لنفسه هي نفس الفكرة انت بجد لما ان شاء الله تخش في الحقيق دي بتبدي تعمليها بجد حتحس بريلاكس الرهيب حتى انت صوتك بتغير لما انت تقومي لما انت تخلصي اطخن ولا حيبقى سوبرانو ولا حيبقى كيف لا حيبقى هادي هادي اي انا قاعد اكوري يا شباب عايز اشوف الهدوده ممكن بجد حيكون هادي طب احنا نجرب رايح نتخل في تحدي ونشوف الحلقة الجاية المتغيرات وانا حكون محل طيب اذا شخص ما عنده علاقة بالرسم انت انا بتكلم مع زولا يعني محترفة او على قدر من الجمال يعني في الرسم هذا زول ما عنده علاقة بالرسم يعني حيرسم كيف حيشخبط شنو حيصل للملمس ده كيف هل تعلم المندالة ساهل ولا بيطلب مهارة عالية جدا عشان يصل للوحة فنية بالدقة اللي انا شايفا قدامي شوفي اي حي بتجب التدريب وبتجب بالتدريج فهي الفكرة زول عنده قلم رصاص ولا ورقة ما ضروري طوال زي ده يعني ممكن قلم رصاص وبرجل اخر حي ممكن يعمل الاشكال دي كل كل ما انت شوفيه كل ما الفكرة قلم رصاص وبرجل بس بما فيهم الرسمة الافريقية دي ولا بطال اي 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 رسمة الافريقية دي يعني اصلا اريدي يعني تتمرد على الفن لأه هو اصلا فن بوجود يعني لأ على المندالة هي انا حبت اغير شوية حسنت ان انا يعني ركزت شديد فيها فبس طلعت شوية وبتاني قمت رجعت طيب على كده انه الفن ممكن يكون ممتد عندك لوحة رسمتيها وبعد فترة رجعت حسنتي انه مكتملت ضفط لا بعض اللمسات وطلعت لوحة تانية اكيد 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 وفي منهم شلتم خالص ورجعت تاني عملت من الاول سبحان الله هي بعد فترة الزول بيغير النظرة بتاعته من كتر الشوف من كتر الشكل ايوه بيشوف الحياة بتعرف الديفكت وين بتعرف يعني انا حسي دي واحدة من الحاجات اللي نصحني بيها كان ابوي انه حياتك الجديمة احتفظ بيها عشان تعرف تطورك انت ماشي على وين اول اول رسمة تكون رسمتها من اخر واحدة بيكون في فرق كبير فانت بتكون ماشي في بروكراس انك انت ماشي طوالي لقدام يبدأ تزول واحدة واحدة هي ما صعبة بقدر ما انه هي دائرة تركيزية يعني طيف ان المندالة من فنان الى اخر او من شخص للتاني من رسام للتاني ممكن تختلف بعد تلوينها اكيد طبعا على حسب الحالة شوف الفنانين دل كلهم شغالين بقى حسيسهم كلهم عندهم محساس ممكن كلنا نرسم نفس الشكل ده بس ما في ذول حيلون زيه ما في ذول حيشتغلوا بنفس النظرية ما في ذول حيشتغلوا يعني انا حسي مسلا ملونه ما في ذول كل ذول واحساسه بالرسمة احساسه في لحظتها نفسها فهي بتختلف يعني ما بس ما بس انه الpoint painting ممكن واحد ما تعجبه الpoint painting يشتغل الpoint painting اللي هي التنقيت التلوين بالنقط بالنقط طيب انا شايفاو ده اول خامات المستخدمة طبيعة اللون اللي بيكون ثابت لفترة طويلة تستعملي اياتو خامة بالتحديد في الارضية اياتو نوع من الفرش اياتو نوع من الالوان في فن المندالة اوكي أولا كانفس اللي هو طويل العادي البازيك بتاع الهرس الواقع مع الرسمة ذاتها بشتغل عليها بتي جاهزة الموما الاوال الوان الوان أكريليك أكريليك أي ألوان أكريليك فالألوان ذاتة يعني ممكن زول مثلا كمبتدئ يأخذ مثلا الألوان الأساسية اللي هم أزرق وأصفر وأحمر وبعد ذلك يبدأ يلخبط ويشتغل يعني ببراو دي فيها ألوان فرعية تقريباً أيها أكثر من لون فرعي أيها أو تدرجات لألوان هي أساسية أساساً أيها أساساً أساساً نعم جميلة جميلة اللوحة دي شغولة دي براها دي اسمه نيوروغرافيك تشغله براو دي مش ماندالا دي ما ماندالا دي دي نيوروغرافيك دي برضو واحد من العلاجات بتاعت الرلاكسين إنه الواحد دي مش الرلاكسين هي تفريغ لمشاعر دي نوع من أنواع العلاج لتفريغ المشاعر دي يمكن أكتر للرلاكسين الماندالا شوية رلاكسين أكتر لكن دي بتفرغ المشاعر اللي هي نيوروغرافيك طيب يعني أنا جف بالي أو خطر في بالي أصلك سؤال الشخص اللي مزين بيته بالماندالا تتوقعكم في استقرار في هدوء في أفراد الأسرة؟ أكيد أكيد شوفي أي بيت بتلقي فيه شغل بتعيد بالذات لو ناس أصلاً بيشتغلوه في البيت بتحس إنه البيت فيه فيه روحهم فيه فيه مكانهم ده مكانهم ده حتتهم ده حاجاتهم مستحيل تلقي بيت فاضي ما فيهوش لوحات أو حياة فنية بالذات سبحان الله بتحسر بيروحهم قاعدة في المكان أو حاجاتهم قاعدة في المكان إن شاء الله يوم أتمنى أنك إنت تيجي تشوفي بيتنا بيتنا كله زيدة أي زول فينا عنده حاجة قاعدة في البيت روحوا قاعدة في البيت أكيد يا سلام والله يا شوكتينة ولو كان قدمت الدعوة دي قبل فترة كنا جينا عملنا تقريبا أكيد 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 شكراً جزيلاً لك شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً نصيحة ونصيحة مجرب فن الماندالا وقت يعني المعافر اليومي اللي احنا عايشنا فبنصح أي شخص يتعرف على الأستاذ الرشا كل الشباب شكراً جزيلاً الفريق العامل لحد من نلقاكم إن شاء الله خالص تحياتي وتحيي الفريق العامل في أمان الله